وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد أشرف العجرمي سيد العجرمي أهلا بك معنا يعني بداية هل قرار جانس جاد بالفعل بالتوجه بداية إلى حل الكنيسة والانتخابات أم أنه لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نتنياهو حول التناوب على عكس ما يريده الأخير يعني هو جاد إلى درجة ما بمعنى أن حزب أزرق أبيض حتى الآن يأمل بأن يتم التوصل مع نتنياهو إلى حل يقضي بتمرير موازنة عام 2021 حتى يضمن تنفيذ بن يمين نتنياهو لاتفاق التناوب بمعنى أن يصبح رئيس أزرق أبيض بني جانس رئيسا للحكومة بعد مرور سنة ونصف على تشكيل هذه الحكومة ويمكن القول أنه حتى التصويت في الكنيسة يوم غد هناك مجال أو نافذة صغيرة للاتفاق بالرغم من ذلك إذا لم ينجح أزرق أبيض في الوصول إلى التوافق مع حزب الليكود فالغالبية في الكنيسة تستوط من أجل حل الكنيسة وبالتالي الذهاب إلى الانتخابات ربما تكون في شهر مارس أعظار القادم أليس من الأولى سيد العجرمي أن يقوم جانس بالذهب مباشرة لتفكيك الائتلاف الحكومي مع نتنياهو والبعض اعتبر أن هذه الحكومة ولدت في الخطيئة كما قال موشي علون صحيح ولكن حزب أزرق أبيض خسر الكثير بوجوده بهذه الحكومة وكل استطلاعات الرأي لا تمنحه حتى الوصول إلى عشرة مقاعد في الانتخابات القادمة وبالتالي ليس جيدا بالنسبة له الذهاب إلى انتخابات مبكرة خصوصا وأنه ألقى كل بيضاته في سلة نتنياهو ونتنياهو خذله وجعله العوبة في يده طوال الفترة الماضية ولم يكن له لا قوة ولا قدرة على تنفيذ أي من الاتفاقات التي تمت بين الطرفين ولهذا السبب ربما يراهن أزرق أبيض على أن يصل الاتفاق مع نتنياهو أفضل له من الذهاب إلى انتخابات ولكن عندما لا يكون له خيار سيذهب حتى لو كان بخسارة إذن كيف يمكن فهم يعني لا يوجد أمامه أي منفذ نعم تصريحات زعيم المعارضة يائر لبيد عندما قال لغانتس الليلة قال له دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بيلفور بالإشارة إلى منزل نتنياهو كيف تفهم هذه التصريحات يعني هناك إمكانية للتعاون مستقبلا بين حزب أزرق أبيض الذي كان يضم أيضا رئيس حزب بيش عتيد ورئيس حزب أيضا تيلم موشي يعلون ويعني كانت هذه الثلاث أحزاب تشكل حزب أزرق أبيض مع بني جانس ربما يذهبون إلى خيار اتلاف مجدد بعد الانتخابات ولكن هناك أغلبية في الكنيسة أغلبية ساحقة لإسقاط الحكومة إذا صوت أزرق أبيض مع يش عتيد غدا في الاختراح المقدم لحل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة سيد العجرم على عجالة هل الذهاب إلى الانتخابات أمر حتم الآن بالنسبة لحالة السياسية الإسرائيلية على عجالة بالتأكيد هناك إشكالية في البقاء الاتلاف الحكومة وإذا لم يتم التوصل حتى التصويت يوم غد إلى اتفاق يفضي بتمرير موازنة 2021 سيكون الذهاب إلى انتخابات مبكرة هو الحل الوحيد أمام الاتلاف الحكومة ستسقط الحكومة في التصويت وبالتالي ستذهب إسرائيل إلى انتخابات رابعة مبكرة في مارس عام 2021 الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد أشرف العجرمي كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك